لدينا قلق ليس من هذا القلق موجود وصحيح سؤال معاليك ومن حقنا ومن حق مكون السني أيضا يعني جميع العشائر يوم أمس صدروا بيان بإبراز وبرزوا فيها مخاوفهم بأنه عدم وجود الجيش الأمريكي يؤدي إلى شهدناها التجربة في أفغانستان يعني من يوم إعلان فقط الإعلان من انسحاب الجيش الأمريكي في أفغانستان أصبح طالبان سيطروا على نصف أفغانستان فهذه تجربة قريبة يعني تجربة قريبة وموجودة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى المخاوف الرئيسي للكرد هي مسألة داعش والإرهاب الموجود 11 ألف مسلح للداعش بعدهم موجودين والآن لا يمكن أن ننكر بأنه التغطية الجوية للتحالف والأمريكان مسيطرة على الوضع وبسببهم أصبحت كل هذه الضحايا التي دفعها بيشمرقة والحشد والجيش العراقي بهذه الكمية أشكرك سيد ريبين فإذا لم تكن هناك هذه التغطية الجوية ليجب أن لا ننكر يعني مساعدة هناك فقرة صغيرة إذا تسمح لي فضل هناك دراسة الفرد العراقي والفرد الشرق الأوسط بشكل عامي ما فيها الأكراد يا سيد الفاضل نعم أي نجاح يردوها إلى أسباب ذاتية نجاح وانتصارات يقولون هذا أسباب ذاتية فقد لعب الدور ولكن أي إنهزام أو فشل أو خسارة نؤديها إلى ماذا إلى الأسباب الموضوعية وهذا خالد في رددنا نبررها فلذلك نحن نكون فرحين ونبتسم لانتصارات ليس من حقنا أن نبتسم ونحزن لخسائر ليس من أنا أشكرك سيد ريبين خليني أنتقل يعني إذا كان هناك حجر أو غلط أو خطأ ليجب أن نأخذ تجربة تشكير 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 نعم يرجع